سبيل للإعلام تقدم قصص الأنبياء بالعامية السودانية سيرة الحوارين الحلقة التامنة ازيك يا خلطي صفية اهلا يا خلطي صفية الحمد لله اتفضلوا الحمد لله شكرا يا خلطي صفية اتفضلوا اتفضلوا بتذكر سيميننا قصص المعجزات اللي عمل بطرس بإذن الله وبشفاعة سيدنا عيسى عليه السلام دا كلام صاح احا يا جماعة في مدينة غيصرية اللي بتبعد خمسين كيلو متر شمال يافا كان في ضابط روماني مسؤول من الكتيبة الإيطالية اسمه كورنيل الضابط دا هو وعائلته كان أدقياء وبيخافوا الله وكان رجل بر وإحسان وبتصدق على المحتاجين من مد إسرائيل وكان دائم الصلاة والدعاء لله في يوم من الأيام حوالي الساعة ثلاثة العصر كورنيل دا كان بيصلي شاف ليه ملك في رؤيا والملك دا نداه وقال ليه يا كورنيل نعم نعم أبشر بين الله سبحانه وتعالى راض عليك وتكبل منك سرواطك وتصدق على المساكين وأسهم كله قوم ورسل بعض الرجال لمدينة غيصر ويجيب سمعان بطبس وأسه نازل مع سمعان الدباء في بيته على شغط البحر وهو حيكلم الكلام تنجبهه وإنت وعاينه أها لما الملك فات كورنيل نادى إثنين من خدامينه ونادى معاهم جندي من مساعدينه والجندي دا كان تقي جدا المهم كورنيل ور المندوبين الثلاثة ديلة الحصل ورسلهم ليافة المندوبين ديل يا جماعة فعلا قاموا سافروا ليافة وفي تاني يوم لما قربوا ليها بطرس كان طالح في السطوح عشان يصلي في وقت الظهر وكان جعان جدا في أسنا ما كانوا بيجهز له في الأكل قمر شوية وهو في الحالة دي شاف السماء مفتوحة وكانت في حاجة زي الملاية الكبيرة معقودة من أطراف الأربعة ومتدلية في اتجاه الأرض الحاجة دي كانت مليانة بجميع أنواع الحيوانات الأكلة محرمة حسب شريعة النبي موسى عليه السلام بما فيها الزواحف والطيور وبطرس أسنا ما كان بعين للحاجة الغريبة دي سمح صوت دي يقول ليه يا بطرس قم أطبح وأكل من الحيوانات دي لا لا يا سيدي ما هعاكل وما حصل أكلت حاجة محرمة أو نجسة أبدا والصوت رد على بطرس وقال ليه يا بطرس أنت ما ممكن تحرم الحاجات الحلالة الله لأن التحريم كان حسب شريعة النبي موسى وده انتهى والصوت ده اتكرر ثلاثة مرات وبعده الحاجة اللي بتشبه الملاية دي اترفعت للسماء وبعد كده بطرس فاج ولما فاج كان متحير من الموقف اللي كان فيه ده وفي اللحظة دي مندو بنضابة كورنيل كانوا واكفين جدام الباب وبيسألوا عن دار سمعان الدباق ولما عرفوا إنها هي دي الدارة المقصودة جابوا له واحد من أهل الدار السلام عليكم وعليكم السلام في الحقيقة نحن بنسأل من ضيف اسمه سمعان بطرس سمعنا إنه نازل هنا أها والإجابة جاد بشكل مختلف لأنه في أثناء ما بطرس كان متحير وبيفكر في تفسير معنا الرؤية الله بيشر وراه وقال ليه يا بطرس فيه ثلاثة رجال أنا رسلتهم لك جم تقابلهم وأجهز عشان تمشي معاهم بدون أي تردد وبطرس قام نزل وقاب المندوبين كورنيلا الثلاثة وراحبيهم وقال ليهم ما رحبيكم أيوة أنا بطرس اللي بتسألوا عنه خير لا خير في الحقيقة كورنيلا الضابط الرومان اللي نحن شقالين معه ده راجل تقي ورجل خير ومحبوب وبني إسرائيل بيحترموه كتير وبالمناسبة كورنيلا ده جاه ملك في رؤية وطلب منه إنه يرسل ليك ويجيبك في بيته ويسمع الكلام اللي عندك أيوة هو رسلنا ليك والحمد لله لقناك وتشرفنا بشوفتك وعايزين نسوك معانا ليه هاو بطرس وافق وباتوا معاه في دار سمعان الدباق تاني يوم قام سافر معاهم وكانوا معاه ستة من يهود ياف المؤمنين وبعد سفر يوم كامل ووصلوا لمدينة غيصرية وهناك كورنيل كان في انتظارهم وكانوا معاه أقرباء وأصدقاء اللي دعاهم عشان يسمعوا كلام بطرس ولما دخلوا البيت كورنيل رحبيهم ترحيب حار وانحنى البطرس بإحترام بطرس يفتكر إنه كورنيل سجد ليهو عشان كده مسكوا من يده وقوموا وقال ليهو أخوي الحبيب ساعة الضابط الله يكربك لكن ما تسجد لي أنا أنا مجرد بجر زيك بالضبط أها وبعد ذاك بطرس وكورنيل كانوا بيتكلموا مع بعض وهم ماشيين على الناس اللي كانوا متجمهرين ومنتظرين حديث بطرس بطرس خاطبهم وقال السلام عليكم يا حباء طبعاً انتوا عارفين تقاليدنا اللي بتمنع إنه أي واحد من اليهود ما يتعامل مع أي زول غريب من خارج ملتنا أو يزوره أيو لكن الله سبحانه وتعالى بيّن لي إنه الإنسان من أي شعب ومن أي جنس ما نجس ولا مرفوض عشان كده لما كورنيل رسل لي جيتكم طوالي بدون أي تردد أو اعتراض ودلوقتي أنا بسألكم بكل احترام انتوا رسلت لي جبتوني هنا لي لأنني سألت نفس السؤال ده قبل كده للمندوبين وهم جاوبوني لكن هسا عايز أتأكد وأعرف منك أكتر يا كورنيل في الحقيقة من قبل أربع يوم كده في العصر أنا كنت بصلي في بيتي ده وزهر لي ملاك لابس ليه ملابس لامعة وقال لي أبشرك يا كورنيل بأنه الله راضي عليك وقبل صلاتك وصدغاتك هسي قوم رسل ليك مندوبين ليافا وخليهم يمشوا لسامعان بطرس في دار واحد اسم سامعان الدباق ويكلموه ويجيبوهم معاهم لغيسرية وهسي أنا بشكرك كتير يا أخويا الحبيب بطرس لأنك قبلت الدعوة وقبل كده بشكر الله إنه جابك لين هنا وهسي إنت شايف كل اللمة الحلوة دي نحن كلنا مششوغين ومتجمعين في محضر الله عشان نسمع منك اللي أمرك الله بتبليغ للناس السلام عليكم مرة تانية أنا اقتنحت اقتنع كامل إنه كل الناس أن الله واحد لكن التقوى والعمل الصالح هم اللي بيقربوا الناس لأ الله اقتنع والزول التقي الصالح هو الأقرب لله مهما كان جنسه ودي هالبشارة اللي زفها الله لابن إسرائيل واللي بتوضح إنه التقرب لله سبحانه وتعالى لا يكون إلا بواسطة سيدنا عيسى سيد البشر عليه السلام وسمعت شنون حصل في كل أراضي بني إسرائيل لما كانت بيات رسالة سيدنا عيسى في الجليل بعد التعميد بالموية اللي كان النبي يحيا بيدعو لها وكمان إنتوا عارفين إنه الله سبحانه وتعالى يختار السيد المسيح عيسى رائد لقيادة الأمم ووهبه السر الإلهي ووهب قدرة خارقة لعمل الخير وشفاء الممسوسين بالشياطين والله كان مع سيدنا عيسى في كل الأماكن اللي كان بيتنقل فيها ونحن حيرانوا أتباع المسيح شفنا كل أعمال العمل في البلاد اللي كانوا بيسكنوا فيها بني إسرائيل وكمان شفنا كيف إنه أعداه كتلوه وصنبوه في القدس لكن الله سبحانه وتعالى أكرموا وبعثوا حي بعد ثلاثة يوم من موته وأظهروا بس للناس اللي اختارهم إنهم يكونوا شهوده مالي كل الناس نحن نحن الشهود الأكلنا وشريبنا معاه حتى بعد ما بعثوا الله حي بطرس كان بيكلم في الناس حل السر الإلهي على كل الناس اللي كانوا متابعين الإرشاد واليهود المؤمنين اللي كانوا مرافقين بطرس لما سافر من يافا ادعجبوا جدا لأنه الله جاد بالسر الإلهي لناس تانين من غير اليهود وخلاهم يتكلموا بلغات مختلفة عن لغاتهم ومسبحين أمر وبطرس قال طالما إنه أخواننا ديل الله نعم عليهم بالسر الإلهي زينا طيب شينو المانع إنهم يتغطسوا ويتطحروا بالموية معلنين انضمامهم لسيدنا عيسي عليه السلام آهو بعد الكلام ده بطرس أمر بتخطيصهم في الموية لتطهيرهم وتعميدهم باسم المسيح وفعلاً اتعمدوا وكورنيل والناس اللي معاهو طلبوا من بطرس إنه يقعد معاهم شوية ويواصل لهم الإرشاد والمؤمنين بما فيهم الحواريين من اليهود في منطقة يهوزة سمعوا إنه في ناس من غير اليهود وهم طبعاً ممطحرين حسب شريعة موسى آمنوا بالمسيح وبطرس خالطهم وأكل معاهم وكمان اتعمدوا بناءاً على توجيهاته عشان كده لما رجع للغدس بعض المؤمنين ديل لاموه وانتقادوه وقالوا ليهو يا بطرس انت كيف دخلت عن الناس أغراب وغير مطهرين وخالطهم وقلت معاهم وده بخالف عقيدتنا طيب يا شباب دي هي نهاية الجزء الثامن وفي المرة الجاية بإذن الله وعقول يا حافظ صفية يا شو الله معك حافظ صفية تعبانا يا جماعة تحية زروق احرا